العاصفة إسحاق تتحول إلى إعصار من الدرجة الأولى يهدد ولاية لويزيانا جنوب غرب الولايات المتحدة الأمريكية التي لم تعود تفصله عنها سوى 250 كم سرعة رياح الإعصار بلغت 120 كم في الساعة وهي توثير المخاوف من أن يتكبر ما حدث عند هبوب إعصار كاترين على المنطقة عام 2005 مخلفاً 1800 قتل وخسائر مادية ضخمة رئيس الأمريكي باراك أوباما يحذر نحن أمام إعصار قوي وقد تحدث فيضانات كبيرة وخسائر تطال مناطق واسعة الوقت ليس وقت ركون إلى القضاء والقدر ولا وقت تجهل التحذيرات الرسمية يجب أن تأخذ الأمر بجدية أوباما أعلن حالة الطور في لويزيانا منذ مساء الاثنين استعداداً لمواجهة الكارثة المحتملة العاصفة إسحاق رفقتها أمطار غزيرة ورياح عاصفة وهي تعبر فلوريدا فيما خلفت خلال مروعها يوم السبت على هايتي 19 قتلاً وستة مفقودين